عايز با اكلمكم عن ما حدث في مباريات الدوري النهاردة بس في نقطة محبتش ابدأ بيها تاني محبتش ابدأ بيها رغم انها حدث كبير النهاردة ولازم ندوس عليه ونشليه بشكل واضح جدا عشان كان هدفي بصراحة وادخل حلقة النهاردة وقلت هعمل كده كل يوم انا هكلم على منتخم مصر الاول وندي الحقه لمنتخم مصر واهتمام كامل بمنتخم مصر وقلت نتكلم على اي حاجة تاني وعشان هي حاجة بالنسبة لي مش هحط لها الاهمية او الاولوية رغم ان هي حاجة مهمة بس مش هحط لها الاولوية فتكلمنا النهاردة على منتخم مصر الاول انا هتكلم عن اللي حصل النهاردة بين جماهير المصر وجماهير اسماعيل حقاكم كلكم شفتوه وعرفتوه وحالة الشغب اللي حصلت من عدد قليل كده من الجماهير هنا وهنا والاحتجاجات اللي حصلت بينهم بس من زاوية تانية شوية مش من زاوية بعيدة بس من زاوية تانية شوية انا مش هقولك اللي اتنين غلطانين واللي اتنين عيب واللي اتنين حرام واللي اتنين ماينفعش واللي اتنين بلدنا واللي اتنين اصلحنا عنينا بس أنا هفكر جماهير الكورة كلها بأيام صعبة عشنا احنا عشنا أيام من غير جماهير خالص عشنا أيام من غير دوري لأسباب كثيرة بسبب اللي حصل قبل كده في مصر أو مصر قول اللي حصل بسبب الكورونا قول اللي حصل أحداث كتيرة خلتنا نتحرم من جمهور الكورة في المدرجات كلنا كلنا كل يوم كنا بنقول إيه يا رب الجمهور يرجع تاني بس الأمور تبقى هادية عايزين الجمهور تاني يملى المدرجات الأندية بتعاني من غير جمهور تحديدا الأندية اللي بجمهورية بطبيعة الحال لها نقطة قوتها الأساسية جمهورها يعني فيها أندية خاصة نقطة قوتها الفلوس اللي معاها لكن الأندية الجمهورية نقطة قوتها الجمهور فلو خسرت الجمهور هي هتخسر فكلنا كنا بنقول كده كان الجمهور يعيني يقعد على السوشيال ميديا يقول إيه احنا هنبدل طول عمرنا نشجع على السوشيال عايزين نروح بقى المدرجات عايزين نشجع فرقتنا فين أيام لما كنا بنغني يا على الأيام الحلوة اللي كنا فيها بنروح لستادو ونبقى جمب بعض جماهير هنا وجماهير هنا يا على الأغاني اللي كنا بنهتف بيها يا على الأسر لما كنا بتروح المدرجات يا بفكرك بس بالمشاهد اللي أنت وإنت بتعمل شغب النهار ده ليه يا فندم ليه تحرمنا منك ليه تحرمنا منك أنت ليه أنت النهار ده يبقى عندك مشكلة وأكيد هتتعاقب على الأقل هتتحرم بأكوباطريا ده أنك تخش المدرجة تفاصيل كتيرة ليه بأي منطق وبأي معنى مع كامل اللي احترام للإسماعيلي والمصر المباراة النهار ده كانت في إيه في نهاية إيه بطولة إيه نهاية بطولة إيه وليه أصلا دايما العلاقات بين المصر والإسماعيلي هي العلاقات عظيمة إيه اللي حصل ليه يا جماعة مش هقولك إن أنا خايف على ناس تتأذي ما طبيعي كلنا بناء قدمين إنت نفسك وإنت بتعمل كده النهار ده لو أزيت حد هتقعد بعدها بديها وتقول إن عملت كده إزاي ما كلنا هنبقى خايفين عن الناس بس شو أولك الكلام ده هقولك الكلام اللي يفرق إنت معاك هتبقى مبسوط وفرحان وسعيد لو إنت مروحتش مباريات فريقك هتبقى مبسوط وسعيد وفرحان لو فريقك اتحرم من جمهوره خالص بنعمل كده ليه ما فهمتهاش ومش رجع تركب معايا أنا لو بروح المدرج وبسانة فريق هقعد ملتزم جدا جدا عشان الحمد لله بقى في خطوات من السنة اللي فاتوا سهل قبلها في دخول الجماهير والعادت بتزيد والأمور بترجع زي مكانة طبعية وفرحانين كلنا بدوت ونقول يا سلام وكل شوية نستنى لقطة حلوة من الجمهور عشان نسقف ونقول الله على الجمهور يلا تعالى نرجع الجمهور أكتر وأكتر ليه بتحرمونا كلنا ليه حرام الله يعني إنت لو إنت عندك مشكلة خليها بره الإستاذ مش تتخاني ولكن عندك مشكلة نفسية مثلا ومداي وطلع تطلع غضبك بعيد عن المدرجات بعيد عن الناس اللي جاية تستمتع اللي جاية تتخاني في المدرجات اللي جاية تعمل مشكلة في المدرجات وكراسب تتكسر ويا ويا ليه بصراحة حاجة مستفزة وله إحنا ما شاف اللقطة دي النهاردة بجانب إنه قلبه وجع وكده وحس اللقطة ده ولكن فيه مشكلة الحمد لله الحمد لله لا يفيش أي أي إصابات أو أي مشاكل الحمد لله عدت بس لها جماعته أقل بنا وليه تخوفونا وليه رايح نازل من بيتهم رايح المدرجات يفرج على مباراة هو بالزبط بالزبط زي اللي رايح يفرج على سينما رايح يفرج على حفلة أنت رايح تستمتع يا سيدي أنت رايح تفضي هموم يومك ومشاكلك وحياتك وكل الحاجات الصعبة اللي ممكن تعيشها في مباراة كرة قدم تستمتع بيها رايح تتخاني ليه دافع تذكرة للمباراة عشان تتخاني ليه غريبة ما بتركبش معايا أنا نازل من بيتنا قلت إيه أنا رايح النهاردة خروجة الخروجة دي هروح أفرج على مطش فريق ليه عشان عايز بقى عصابي تهدى شوية كده ومبسط بحاجة بحبها أنا بحب الكرة وبحب في الات فروح وأنا راجع من المباراة متنكد ومتداي ومكسر وشاتم ليه كل ده ده يا جماعة الرياضة والكرة فأي حتة في الدنيا مش عندنا بس في كل العالم آه طبعا فيه شغل بيحصل في العالم بس كلها حاجات مرفوضة وحاجات مؤزية بس الناس في الأصل في الرياضة والكرة بتتفرج على حاجة تستمتع بيها تستمتع بيها تخليها تخلص من هموم الحياة دي كرة أو رياضة بشكل عام أنا عايف نا بقول مسلمات والله بس الأسف اللي بيعمل كده ده ما يعرفش حتى المسلمات ما يعرفش الحاجات المنطقية الطبعية إن شاء الله ما بدايا لازم يبقى فيها أقوبات رياضية على الحصن وعجبني دلوقتي إنه خلاص بتعارفين المشاجعين دول هم عارفين هم داخلين المباراة حضرك بيبقى ليك فان اي دي ومعروف التذكرة باسمك ومعروف خلاص اللي هيبقى عنده مشكلة يتعاقب يتحرم بقى حسن ما ربطة الأندية تعاقب يعني بقى حرمان مسهم من عدد من المباراة وأنا بصراحة أنا بقول كده بقول كده والله والله وأنا متضايق اللي هيقوله ده بس لأ لازم يتعاقبوا أقوبات رياضية كبيرة يعني زي ما بيحصل في انجلترا وفي أسبانيا وفي إيطاليا الناس اللي بتخرج على النص بشكل واضح كده يوصل أمر الخنايات دول بيتحرموا ممكن لنهاية الموسم لموسمين لتلاتة حرارة مش تخلش للإستاد تاني دي ما بداية الأقوبات الرياضية ما عرفش طبعا أي حاجة حاصة تقبل من كده بس العقوبات الرياضية بتبقى كده بتبقى كده ليه عشان يبقى رضع خد بالك ان المشجع ده اللي هو بيحب فرقيته قوي ده اللي تحمس النهار ده وتخاني ده ده انت لما تحرمه من مطش واحد لفرقيته انت كده يعني اديته عقوبة صعبة جد جد مطش واحد ما بالك انت بقى لما تقوله لا معلش بقى انت لنهاية الموسم عشان ما نحرمش بقى جماهيرك او بقى جماهير فرقتك منهم من فرقتك يعني انت معلش بقى رايح شوية انت معاك موسم موسمين تلاتة كده انت مش موجود في اللي ستات تاني ليه انت عملت ايه اديك عرفت عملت ايه عشان غيرك كمان ما يعملش ده اسمعوا كوبات رياضية في الاول والاخر الحمد لله الحمد لله ان الموضوع عدى لخير الحمد لله بس انتو زعلتونا النهارده شوف انا النهارده ممكن جمهور الاسماعيلي والمصر هو بفاوة عليا كده عايزيني اقول من اللي غلطان على فكرة انا عارف الكصة يعني عندنا من الكواليس الكصة ولا حصل بس انا مش هطلع حد غلطان مش هقول هو ده اللي غلطان والتاني لا انتو الاتنين غلطانين اللي تخانق كفعل وكرد فعل الاتنين غلطانين ما فيهاش دي مش هنقض ايه بقى نقول الكصة